طال غيابنا عن الشاشات وتوقفت مشاركتنا عن الظهور ولكن أرواحنا لم تفارق المشهد بل لم تلقي السلاح ولم تغادر أرض المعركة أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك هليك السلاح فمن للضحايا يواسي جراح ويرفع راياتها من جديد ثورة 17 فبراير عنوان العزة والكرامة الحقيقية تنازلت فبراير بما فيه الكفاية حتى ظن أعداؤها أنها ضعفت أو أنها ترنحت وكادت أن تسقط تنازلت ثورتنا حقنا للدماء ومنعا للخراب والدمار لكنها فهمت خطأ أو فهمت أن أبناءها قد تخلوا عنها أو زهدوا فيها ولم تعد لهم لباسا حاول أعداء فبراير أن يقنعوا أنفسهم أن ثورة فبراير كانت زلة وخطأا يجب الرجوع عنه لكنهم غاب عن عقولهم وأبصارهم أو هكذا خيل إليهم أولئك الرجال أولئك الأسود الذين هم لعامين متتاليين وهم يمتشقون السلاح ويفترشون الأرض ويلتحفون السماء مؤكدين عهدهم وقسمهم وقسمهم أننا لن نعود للقيود قد تحررنا وحررنا الوطن طال ليل الظالمين وزادت سطوتهم وجبروتهم فكان لزاما علينا أن نقول لهم ونذكرهم أن ثورة فبراير قامت لتبقى بإذن الله فهي تعني الكثير لنا تعلننا الولادة من جديد وأحياء للقيم والمبادئ بل تعني الإنسانية فأبهى صورها وأزهاها لم تحتج ثورة فبراير كي تنفذ عنها غبارها وتنهض من جديد إلا لرجالها وعلمائها كي يعيد رص صفوفها من جديد فيقدم المتأخر ويؤخر المتقدم ويمنع الشطط وينبه المفرط ويجمع القلوب ثورة فبراير ظهارة معدنها ونصاعة انطلاقتها ووضوح رايتها يمنعها بعد الله سبحانه من السقوط فهي كانت حصيلة آهات الأمهات وصرخات الثكالة وأنين الأطفال وها هي الأيام تزيدها لمعاناً وبريقاً وأحقية في البقاء والاستمرار ثورة فبراير أعادوا رص صفوفك وجعلوك في المقدمة وأنت تاج لكل الأحرار الشرفاء أهلاً بكم